بنتكلم زي ما قلنا في نهاية الدرس اللي راح على الوسائل والأدوات استخدام تطبيقات لهاتف الذكي أنا اخترت هذا لأنه ماي فتنس بول أنا استخدامته شخصيا فترة يعني وكان جميل جدا فالصفحة الأولى هذي بتقول لك ماي بروفايل اللي هو الملف الشخصي بس انت تنزل الاب فري الاب موجودة على اوب ستور وفيه الالجولز فأول حاجة أسويها هنا أروح الملف أبدأ هذا مثلا اسمي مثلا يقول لي مثلا أنت دخلتي على الاب ودخلتي لأكل حقج لمدة 14 يوم تشجيعي يعني هذا ماي بروفايل مثلا كم خسرت كيلو هنا عندي كم فرنز مثلا لو عندي مجموعة زي ما قلت لكم في جهاز الدعم ما نوي أنا ومثلا الأصحابي قررن ننسى وداية وننزل وزن فنضيف بعض ونشجع بعض يعني أشوف أكلت اليوم كذا يعني فهذا مثلا starting weight هذي assumption مثلا أنه وزن 100 كيلو بعدين current weight الوزن الحالي 100 كيلو بعدين الهدف كم أبغى يصير وزني أبغى يصير 70 كيلو الوزن المراض خساراته خلال أسبوع زي ما قلنا نحط الماكسيموم 1 كيلو أو نصف كيلو في الأسبوع المستوى النشاط أو activity level أقول أني active مثلا أنا روح الجم زي ما قلنا 4 إلى 5 مرات في الأسبوع فأشوف يعني طيب الجزء الثاني هنا عندي الأهداف الغذائية nutrition goals بعدين calories and macronutrients goals calories يعني سعارات الحرارية والmacros المجموعات الغذائية الكبيرة اللي هي الكربوهايدرات والدهون والبروتين طيب additional nutrition goals اللي هذي الفيتاميز والمعادن عادة طيب أنا اخترت الحين ال goals فتحت عليها بعدين رحت ل calories and macros كليك عليها في الجوال يطلع الاستعارات المقترحة كم المفروض أنا آكل يقول لي يقول لي 2120 كالوري في اليوم كل واحد حسب وزنه وحسب طوله بيسألك على الوزن والطول والعمر كل الأشياء طيب كم آكل كربوهايدرات 50 احنا قلنا البروتين ما فوض يصير 30 فأنا أقدر أغير النسب فهو يقول لي مثلا أحط له البروتين أقول له أبغى آكل 30% وأبغى آكل فات مثلا ما دري الكربوهايدرات 50% بقى عندي 20% فات فأنا أختارهم حسب حاجتي حسب تفضيلي يعني هذي fitness goals هذي additional nutrition goals الفيتنس goals يعني الأهداف الرياضية كم مرة أتمرد في الأسبوع بعدين كم عدد الدقاق اللي أسوي فيها مثلا الأهداف عندي كمية الدهون هذه الأشياء بالضبط يعني يقول ليه بالضبط أنا أقول له مثلا أكل التفاحة يقول لي شنو فيها من المكونات الغذائية كم فيها كربوهايدرات كم فيها دهون كم فيها كل الأشياء فعدد هذه هنا عدد مرات التمارين في الأسبوع خمس مرات بعدين مدة التمارين بالدقاق في كل التفاصيل هذول مثلا الأصدقاء اللي عندي lost مثلا خسرات 2.2 كيلو جرامز بعدين lost 0 كيلو جرامز مثلا شخص الثاني هنا يقول لي بالضبط أنا شنو أكلت عشان هذا يسهل علي كل الحسابات اللي قلناها أن البروتين مفروض يكون من 30% لأربعين بالمية من كمية الأكل اللي أكله بعدين الكاربز حسب ما أنا أحب مثلا أبغاهم 40% بعدين 30% دهون حسب فأنا هنا حاطة أن البروتين أبغاه يكون 45% فبعدين اخترت الكاربوهايدرات تكون 38% والفات 17% هذه الأكل اللي أكلته أنا في يوم فرايدي في واحد فرست في سبتمبر يعني فقال لي كم أكلت أنا بالضبط فأنا هل ماشي على الخطة حقي أولا هو يقول لك اليوم يعني لو مثلا اليوم خبصت الدنيا وأكلت فات بزيادة فيقول لي أن أكلتي أكثر من المفروض اللي تاكلي في هذا اليوم فهو الأب جميلة جدا يعني أقدر حتى أسوي لي رسبي يعني وصفة معين أنا دايما أكل مثلا أكل صدر دجاج مع ربع كاس روز ممطبوخ فأنا خلاص أسيف هذه أحفظها عنده فبذل ما كل مرة أروح أدخل نفس المكونات حق الأكل أحط لها بس اسم الوصفة أسجلها باسم دجاج مع رز فهو يقول لي على طول بعدين يسوي لي البروغراس المتابعة يقول لي مثلا أنت بديتي ستارت ويت واحد وستين بعدين صورتي ما أعرف كم من مية أو زت وزن يعني حسب أنا مثلا زت وزن نزلت وزن أقول لا أسوي لك أنا أحط وزني هذه الخطوات يقول لي كم خطوة مشايت في اليوم أشياء كده هذا باللغة العربية اللي صعب بالنسبة لهم يستخدموا في تنسبول نفس الفكرة بالضبط بس اسمها حميتي هذول الأبس وخلصنا تقريبا الحين للاستخدام الأشياء الهادي الوسائل الذكية أو الوسائل المساندة المرة الجاية الجزء الأخير منها بيكون وصفات صحية وصفات الإفطار والوجبات الأخرى ترجمة نانسي قنقر